معامل الدفاع الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في الريف الشرقي لمدينة حلب كانت ساحة لتطور جديد في خريطة الأحداث الميدانية السورية في الأيام الماضية لجان التنسيق المحلية أفادت بأن طائرات مجهولة الهوية قصفت منطقة المعامل في حين تضاربت المعلومات حول هويتها وطبيعة الهدف الذي قصفته مصادر في المعارضة استبعدت أن يكون الانفجار ناجما عن طلعات جوية لطائرات التحالف الدولي أو حتى للطائرات التركية فيما عزت مصادر أخرى الانفجار إلى عطل في طائرة مروحية تابعة للنظام سقطت في المنطقة وأن الأضرار لم تكن كبيرة خصوصا وأن معامل الدفاع مجمع ضخم يمتد على مساحة واسعة من جهة أخرى أعلن التلفزيون الرسمي السوري مقتل عدد من المسلحين وتدمير عتاد عسكري بنيران الجيش في الريف الشمالي لمحافظة درعة وأضاف أن الجيش دمر مقرات لجبهة النصرة في ريف القنيطرة جنوبي البلاد وقتل مسلحين في أرياف اللاذقية وحمص وحمى وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بوقوع اشتباكات بين المسلحين الأكراد ومسلحي تنظيم داعش إثر هجوم جديد للتنظيم على الريف الجنوبي لمدينة عين العرب كوباني شمال سوريا ونقل المرصد عن مصادر كردية قولها أن الهجوم المباغد للتنظيم بدأ بتفجير انتحاري وسط تجمع للأكراد في القسم الجنوبي لبلدة سرين في الريف الجنوبي لكوباني اندلعت على أثره اشتباكات أسفلت عن إعادة الأكراد سيطرتهم على مدرسة تحصن فيها مسلح التنظيم لبعض الوقت من جهة ثانية أعلن المرصد مقتل عدد من مسلحي داعش في قصف لطائرات التحالف على مواقع لهم في الريف الشرقي لمدينة ديرزور شرقي سوريا حيث استهدف القصف مقرات للتنظيم في مدينة الميدين وريفها الشمالي وحاجزا عسكريا قرب مدينة البوكمال على الحدود مع العراق وجسرا على نهر الفرات وحقلي الورد والتنك النفطيين الخاضعين لسيطرة التنظيم في الريف الشرقي لديرزور